السلام عليكم طلاب لأنه شفتها كلش حلوة ومرتبة يعني أقصد أنه مختصرة للمعلومات وواضحة ولو أنه يعني تفتقر للصور بس أنا تديت لكم فيديوهات مسبقا كل واحدة من الطرق أو المثلات اللي راح نشرحهم موجودة أتكم كفيديو وكلش قصير وحلو وسهل تقدرون تشوفوه وراح تتوضح أتكم المحاضرة طبعا انت بعد ما حضرت التوت الworking length الصحيح الpreparation الصحيح وصلت للماستر كون طمام على الماستر كون راح تحضر يمك القتابيرك على الماستر فايل راح تحضر قدة الماستر كون القتابيرك طمام وتجي سوي obturation للكنال زين انت ليش سوي obturation ليش قاعد تسدي الكنال خوت عيفها بعد ما توتها تحضيره وخلصت من الpreparation وخلصت من الinfection وارتاح الpatient زين اعيفة على هالوضع ايها هاي ويعني شاس ما احط لي بيرمنت فلنك والسلام طمام لا انت لازم يستد الكنال ابيكالي وكورونالي تمام ليش؟ عنا مود تمنع 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 مستقبلا انه يصير بهذا ال space اللي انت عفته بالفراغ اللي عفته اللي هو شنو خللي نقول ترينسيت بكتوريمية يعني انه يجيك من الدم تمام؟ بكتوريا تجيك من الدم فهماتي انا راح تلوث لك الكنال اذا انت حضرتك عفتها مفتوحة او انه انت تخلق في ال environment بيروجيكال environment for a process of tissue healing يعني انت يمن اجيك نظفت الكنال وسديتها ما راح يصير عدي دفيوجين للبكتوريا من جديد دين وتنزل للتشو المحيطة اللي هي البرودونشيام اللي محيطة بالطوث وسوي لك انفكشن من جديد تمام؟ او انت على موقع تحافظ على انه البرودونشيام او الكنال انه كلين وفري from contamination حتى يصير في ال environment جيدة انه يصير healing للبرودونشيام اللي هو كان مضرر مسبقا بالانفكشن تمام؟ هذا السبب اللي يخليك انه تسوي obturation او انه تسد الكنال كريتيريا كريتيريا ما سويت التحضير شنو القريتيريا اللي موجودة عندك تقول اي ها هي اليوم راح اسوي obturation او هاي هذا التوث ready for obturation اول شغلة اسمتوماتيك اسمتوماتيك توث يعني لازم شنو؟ لازم البايشينت ما عنده اي ساين او سمتم أو باين ما عنده سوالد ما كو سوالد ما كو سوالد دراي كنال يعني يمن انا اجي فتحت التوث تمام؟ فتحت التوث واخلت الكوتون اللي انا بخليتها سعدة بي الكنالس واخرته جيت اخلي بي بر بوينت بوسط الكنال واشوف هاي اذا كانت دراي دراي يعني ما يعني ها هي يعني التوث ready for obturation اذا لا والله يعني شفت انه الكنال بيها او عفو البي بر بوينت نت 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 دراي معنات انه اقعد دي انفكشن بعض بالكنال نو ساينس تركت يعني اذا كان عندك انفكشن وكان مفتوح عندك ساينس تنتبه عليه انه مزدود يعني ما عندك فد ساينس أو سورتم أو في سوالنك تمام؟ نو فول ادار يعني هذي البي بر بوينت بما خليتها انت بالكنال وطلعتها اول شي اشوفها انه لازم تراي وما بيها باد ادار تمام؟ او نيكتف كلتشر اكو بعض الاطباء يعني مثلا ياخذ ذائري جي تأكد فورتون نرس ياخذ مزحة من الكنال يساوي لها كلتشر ينتبه عليها انه ما عنده بكثريا بعد بالكنال ذاك الوقت يقول اوكي هسا آني التوث كلير فرم انفكشن رادي فور ابتوريشن تمام؟ هاي القراتيرا اللي تنتبه عليها اذا اول شي انه انت فتحت الكنال خليت بها البي بر بوينت لازم البي بر بوينت ماتك اول شي يعني دراي ناشفة وما بيها اي ادار للانفكشن تمام؟ ترا الباص الريحة ماتة مميزة يمن تفتح الكنال رأسا تشتم الريحة ماتة ان شاء الله يمن تبدون تشتغلون قوية الممارسة ان شاء الله تقومون تعرفون رأسا اذا اكو انفكشن بهذا التوث بمجرد ما تفتحها انت تبدي الادر ما تبعث من السن تمام؟ هسا نجي علي التكنيك كي تبיתי تكنيك تكREE هده Murome تكنيك وتكنيك هده تكنيك هده انت هده Gay مار وتكنيك هده تكنيك أشرح لكم يا هاي قولت هولا بعدين نتطرق الهناش قاتلين جبت انت الماستر كون قصتي عليه الوركينج ليت اللي انت وصلت ليه بالماستر فايل تمام أجي أحطي بالكنل تمام بعض طبعا ما خليت السيلر انت أجي أخليها بالكنل وأبدي بالكون دينسر أبعد الماستر كون لاترالي أجي أسوي مجال المن للأكسس كون أو للأكسس قتابيركة أخليها النوب أجي أدخل السبرادر من جديد وأبعد القتابيركة اللي خليتهم لاترالي بس كلية يكونن طبعا نفس الاتجاه مو نوبا تبعد هن يمنين وبيسره نوبا ميش يلا ينوبا تستاني لا أنت إيدك شنو أخذت يا ما خليت الماستر كون أنت بالبداية بديت دخلت الماستر كون وبديت يعني تدفعهم ميش يلا أضل نفس الشي ها هي ميش يلا أضيف دستالي صار لي مكان المن للأكسسار كون دستالي أخلي النوب أرجي أخلي السبرادر دستالي وأدفعهم ميش يلا صار لي مجال متجديد للأكسساري كون أضيفن علما أنه الكنل أشوفها نسدت بصورة كاملة بعد ما عندي سبيز مفتوح ها هي أقص عن القتابيركة اللي موجودة كورونا لي أقص هاي وأجي أسوي لها كوندنسيشن الحد ما أنتبه أنه الكنل بصورة كاملة كليتها يعني صارت فولت وذ قتابيركة تمام وملاحبة مهمة دائما يعني الحد الكورونال أوريفيس يعني شاسم بصو القتابيركة لتخلوها زايدة كورونالي لأن السبب لكم مستقبلا تمام هس نجي خلو نشوف الدكتور شنو كاتب لكم طبعا أنا دا زيت لكم فيديو يوضحها بصورة كاملة This technique depended on a heated sebradar يعتمد على أنه أنت مسوي heated sebradar تسوفتن ذا قتابيركة على مود يعني يزوب لك القتابيركة طبعا السبب ردار أكيد أنتو أخذتو بالمحاضرات القديمة أما يكون مانوال أو يعني هو مانوال بس أقصد أنه يكون نفس الريمر والفايل أو يكون مثل الانسترومنت ويا هند تمام ويا هند بغض النظر عن هذا النوع أو هذا النوع المهم أنه السبب ردار أنت heated تحميه وتبدت تشتغل به صفتن ذا قتابيركة during lateral condensation to improve the adaptation of the gate 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 على مود أنه أنت تكون متأكد أنه gate of the gate of the gate سددت لك الوال وخل نقول لزمة على الوال التكنيك نبدأ بيها واحدة واحدة heated the separator is done by glass bits which is then inserted into the root canal بغض النظر هنا نتأكل لك بغض النظر عن إنه الطريقة مات السبرادر بيش تحميه ممكن أنت أي أي system موجود عندك تقدر تحميه بالإنسترومنت هنا نقول لك glass بيت اللي هنا ذني كون نحن طبعا هذا الجهاز نستخدمه للإستروليزيشن تحمي تقريبا على الميتين وتخلي به السبرادر رح يحمي وتشتغل به أو ممكن أنت تحميه بأي مصدر موجود عندك النقطة ثاني lateral condensation is done to create a space for the accessory cone مثل ما سيشرحت لكم أنت قاعد تستوي lateral condensation على موذي تستوي مكان للإكسسار cone number three this procedure is repeated until the canal is completely full أنت راح تعد هاي الطريقة علما أنه القناة بالكامل أنه راح تنمي number four أو موذي تستوي موذي تقدر تستخدم تقدر تستخدم سبرادر أنه ينحمي الكتر طبعا أنا دزيت لكم فيديو كان بجهاز بهاديا راسيا راس بإنجكشن شون ساوي إنجكشن الكتبركة والرأس الثاني بإنجكشن الكتبركة هيدد سبرادر بإنجكشن سبرادر هو يعني يحمي الكتر الكتر تمام انتبه عليه موجود أتكون بالفيديو وارب فرتكال كتبركة فالتكنيك هس عدنا أول وحدة lateral condensation يعني أنت تخلي الكتبركة كلها بصورة كاملة وتسوي لها lateral shift وتخلي الاكسسار ها يلا شي سوي تجي تملي الكتنل vertically يعني جزء من الكتنل تمام يعني أملي جزء الأبكالي بعدين أملي المد وبعدين أملي عفو الكورونال الكورونال بارت تمام It is the method of filling the radicular space يعني الفراغ الموجود عندك بالكتنل in three dimension طبعا هنا كل واحد من الأطباء على مرور السنين اكتشف لفالطريقة ليش يعني أنا مود إنهم يتخلصون من الproblem اللي صارت عدهم بالطريقة القبل هي نوبات باللاتر لفالطريقة عندنا اختصار الكنال الصير اكو كنالات كل تشف الصير بالأبكس ما تروت في دائما الأخصائيين الروت يحاولون إنه يشدون هذه الكنال الموجودة اللي ما تنشاف العين مجردة أو اللي ما نقدر نشوفها إحنا واللي ما نقدر نصل لها بالإنسترومنت مالتني تمام فكل واحد بنعدهم اكتشف لفالطريقة الطريقة الثانية اللي جدت بعد اللاتر الكنتسيش قال وقال وإنه إحنا خلي نملي الابكس ونضغط القتابيرك بصورة قوية على متشنو على متنملي لهاي اللاتر الكنتسيش الفاين اللي دقيقة صايرة بالنهاية وبعدين شوية شوية القتابيرك دخلت بكل اللي موجود طبعا الفيديوهات موجودة اتكم كل تتبين لك اللاتر الكنلز أو الكنلز الدحج عليها الفاين كنلز تمام فهذا قال الكنل شوية شوية بي وذ كونتنووس تابرت فنل ومتح تبين الكنتسيش مرامن كمير 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 هنا لأنه قاعد أسوي كونتسيش قوي للقطابيرك على مد أفمن أنه القتابيرك ما تصير أوفر فلازم عندي الأبكال فورامن تكون أز سمول أز بوسبل أز 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 بوس بوس بعد الادابتاتيشن ده ماستر كون or blacker is used to remove the portion of the chronal and soften the remaining material in the canal ويما انشلت مو هذا السبرادر او blacker heated حار فرح شي سوي رح يحميلك هذا الجزء هذا رح يكون heated اجيش اسوي رح اطلع السبرادر الworm اللي هو حار رح ادخل blacker blacker cold بارد اش اسوي اسوي لك condensation اضغط عليها اسوي لك condensation عنا متقدر الامكان القتابير كوين تروح تروح على هذي الاجزاء اللي هي lateral canal اسدلياها انو باضل اش اسوي بعد ما سويت اني condensation رح اخلي بعد material اللي هنان للمت وهم اسوي condensation انو بالcoronal part واسوي condensation الحد ما اكون اني سادة الكنال بصورة كاملة المثود الثانية اش سويني احنا قلنا هاذي المثود اللي هي قلنا vertical condensation technique هذي تجانت lateral condensation هاي vertical condensation technique المثود الثالثة اكو ناس اسو قلو قلو احنا لا رح نسوي continuous wave compaction technique يعني اضلو هي بيها يعني يعني انستر متحارة و هي بداخل الكنل اسوي لك كوندسيشن بالحرارة و اخلي بارد بارد جزء جزء و اسوي لك كوندسيشن تمام؟ احنا المثود اللي هو إنه آني إنه صنعوا لي فد إنسترومنت أو بلقر إنه ظل مجهزت لحرارة والنهاية والنهاية ما تل إنسترومنت تكون تدخلي بالضبط إلى نهاية القناة يعني هم رتبوا لي فد إنسترومنت إنه أقدر أدخله تقريبا لنهاية القناة وتجهز لي فد حرارة معينة تمام والنهاية مالتها تكون خلي نقول يعني عريضة آني دزيتكم الفيديو تقدرون يعني تشوفوها التكنيك After selecting an appropriate master cone بعد إنت ما أخذت الماستر cone المناسب اللي إنت وصلت له بالpreparation A blacker is pre-fitted to fit within 5-7 mm of the canal length أجيب البلقر أدخل هذا اللي قبت لكم إنه المانفكتر إنه وصلن عن نهاية بحيث نقدر ندخل النهاية القناة لإنه هذا نيتشان البلقر تقريبا ما يوصل إلى غير اللي هنا بحيث هذا البلقر أخلي بواني إنه يقدر يوصل تقريبا 5-7 mm of the canal length اللي نانب بس يبقى هذ المجال مداخلة عن الأبكس The heated source example system B unit طبعا system B unit أنا هم دزيت لكم ياه بالفيديو تنتبه عليه هو مجرد جهاز تقدر تحمي بيه إنسترومنت تمام S-220 series The blacker is inserted into the canal orifice أنت عندك source مع الحرارة جهست على الميتين اللي بلقر is inserted into the canal orifice when the master cone is present in the root canal تمام and activated to remove excess coronal material يعني وإنت هو الانسترومنت أنا بخليتها أو العفو الماستركون بخليتها أجأ أخلي اللي بلقر وأجهز علي حرارة أنا مود شا سوي أنا مود أشيل الكورونال بارت مثل ما هذي تستشنها بالvertical method تمام أجه أنا مود أشيل الكورونال وأنا قاعد أشيل الكورونال شا سوي أسوي condensation apically and laterally apically and laterally أنا مش شا سوي أنا مود أذوب القتابير كعلى الجدران على walls of the canal ونفس الوقت أكون أنا ضغطي l-epical part l-epical part by placing a cold blacker أقاين إذا كتبرك طبعاً وهو حار البلقر أنا شا سويت أنا رفعته هسه طلعته وطلع عندي l-epical part هماتينوية هذي اللي موجود بالcoronal part هسه أنا شا قاعدت أدي مسوي فلانق بس من نال هنا فقط بس بس l-epical part راح أش أسوي راح أجي ببلقر وأبدأ أضغطي cold blacker أبدأ أضغطي أنا مود أتأكد إنه هاية طبعاً هي هسه صارت heated heated قتابير كلاً أنا قصيتها ببلقر حار فراحش أسوي firm pressure is applied and the heated is activated within a device the blacker is moved rapidly one to two seconds to within three million of the blinding point تمام the heated is inactivated while firm pressure is maintained on the blacker for five to ten seconds after the getabir كما has called بعد ما راح تبرد إنت a one second application of it spread to the blacker from the getabir and it's removed القصيد إنه آني أدخل كل تسع قتابير وأقدر أحميها بالبلقر إنه أطلع البلقر تكون القتابير كماتي حارة تمام فش أجيب أجيب بلقر كولت وأساوي لها كوندنسيشن بارت بارت الحد ما أسد الكنل الحد هذه الكورون من الكنل أورفيس حسن؟ حسن؟ أحسن أدخل القتابير كوندنسيشن أدخل يعني بالكنل وأجهز عليها عود أخلي إنسترومنت حارة وأسخنها وهي موجودة بالتوث وأدفعها ممكن راح تصير أوبر تمام؟ وراح تطلع من الكنل الكنل وأسوي لها إنجيكشن بالأخص إذا كان عندي إنترنال رزوبشن كنل أو الكنل اللي هي شكلها من الداخل يعني غير منطقي مثلا هسة هذي هاي صاير بها إنترنال رزوبشن هاي لو أنت باللاترال كوندنسيشن جاي قاعدة تشتغلها باللاترال كوندنسيشن أو بالفيرتكل كوندنسيشن هذا الجزء كليته هذا الجزء كليته رح يصير عنده كوندنسيشن فش سوو قالوا نجيب لنا في الجهاز نسوي سوفتين للقطابيركة بداخله نحمل القطابيركة ونسوي لها إنجيكشن بداخل الكنل ونستيها طبعا هي واحدة من الدس أدفانتج مالتها حالها حال الابيكال كوندنسيشن والويف وال كونتينووس ويف كونباكشن إذين ثينات إنه ممكن شي يصير عديك يصير عديك أبيكال أبيكال أكسيز of the of the material تمام التكنيك هنا طبعا هنا أنا مطيتكم أسماء أو الدكتور حسين كاتب لكم أسماء الأجهزة اللي موجودة عدكم اللي يسوي لكم إنجيكشن للقطابيركة اللي هي Operatorita 3 وال Calmas والألترا دينت والقطابيركة والقطابيركة والسيستيم are example of this type هو مجرد إنه جهاز مثل القن يصير بهتد يجهز ذكيد يحمي القتابيركة يحمي القتابيركة ويسوي لها إنجيكشن إنت حضرتك بداخل الكنل شون راح تكون التكنيك الكنل الكنل preparation is similar to the other obturation technique and the epical foramen should be as small as possible to prevent extrusion of the katabirke يعني اتخلي هذا النيدل اللي موجود ما تلقان كون إشجاد تقريبا 3-5 millim of the epical of the epical foramen يعني القصد إذا كان عندك الworking length ماتك 20 لازم إشجاد تخلي 15 كون النيدل ماتك 15 أو كون يكون 11 تمام العلمود شنو العلمود يما نسوي injection للkatabirke ما تروح over يعني انت كون مخلي ببالك انه هذا رأسا بمجرد ما انت راح تطي بوش للقان راح بس هذين ملي اللي هي 3-5 من أو حتى حتى ما يبقى لك إشبيس بالكنل تمام انت علمود تكون واثق انه كل ينمل الkatabirke is then gradually passively injected by squeezing the trigger of the gun انت على كيفك راح تسوي squeezing الkatabirke بمجرد ما ضغطت الزرمات الgun the needle bag out of the canal as the epical portion is built يعني انت تضغط القatabirke وتطلع ايدك يعني بمجرد ما انت تضغط الkatabirke وابدأ طلع عيدي علما انه شنو علما انه الكنل تنميلي بصورة كاملة بلغار دبت ان الكحول are used to compact the katabirke اجي اخلي ال بلغار مات بالكحول تمام واجي اسوي condensation لل apex of the او لل coronal part of the katabirke انا مودو تأكد انه الكنل كلها filled with a katabirke both over extension and under extension are common result تمام يعني اكيد nobody nobody يعني ممكن بصورة عامة يصح عدك اما over extension لل katabirke او under ما راح تقدر تتحكم به هاي واحدة من الدسادفانتج تحافظ على القياس مونتك ودخل الكتبيرك بصورة سهلة أو حتى هذني الانسترومنت وهاي شغلات القان والمدرشينو بصعوبة ترى توصلي لها بالأور 7 أو الأور 7 فش قاله وقاله ونسوي إني ثرم وفض أن صفت كور كون يعني يكون تكون في الانسترومنت حال حال الفايل أو الريمر اللي انت تشتغل بيهن تمام بس بالنهاية مالة شنو عندك بالنهاية مالة موجودة القتبيرك تمام يعني إما انت تشتغل بإيدك هذا عندك المانوال تكتايل سنسيشن انصح للتكتايل سنسيشن تفقده بالأجهزة بالجهاز تفقد التكتايل سنسيشن بينما إما انت تشتغل بإيدك تتحسس للكنال أنه أنت وصلت النهاية إذا أكو رزيستنس إذا ما أكو رزيستنس كلها تحس بي تمام؟ ويكون طبعا سهولة توصل للكنال فسووا قالوا نفس الماستر كون اللي أنا واصلة مثلا عندك ماستر كون 30 أكو عندك كتبيرك أو يكونوا يسمو السوفت كور كون سعيز 30 واصلة للأربعين أكو عندك سعيز 40 يكتبون علي طبعا Sb وهو نفسي تا هاذي بهالصورة بهالصورة هاذي ودهزيت لكم فيديو علي نفس البطوريش المالتنا بالضبط واللي هنا يستخدموها القتابيركة يصيحولها الألفة فيس قتابيركة تمام؟ الأدفانتيج أونكلود إيزي أوف اللاسمينة ودهزي أوف اللاسمينة مثل ما قلت لكم عنا مود بسهولة توصل لأي كنال وبسهولة تقعد وتدخل بأي كنال تمام؟ إن شاء الله يمن تشتغلون تذكروني وتفتهمون آني شو ردة أحتي عن إنهو إنهو إنت ده تشتغل بجهاز أو قاعد ده تشتغل مانو ولا بإيدك التكنيكي شون رح يكون قد تشتغل بأي كنال نفس الواركين غير موجود عندك التواسل عشرين أضبط أضبط ماتي الكون على عشرين تمام؟ على عشرين ونصف أضبط هذا على عشرين ونصف أضبط هذا على عشرين ونصف أفتر دراينج ده كنال ألايت كود أوف سيلر أنا بعد ما نشفت القنال سماتي أجي استخدم السيلر خليه بالكنال طبعا بهاي الطريقة ما تحتاج سيلر هوايه تمام؟ طبعا 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 ينزل بالداخل هاد شي سوي لك الجهاز يخلي شوي يسوي سوفتنينج للقتباركة شي سوي يسوي سوفتنينج للقتباركة على مود تلزم على الوار تمام؟ طبعا 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 هادا نصح للكارير الكارير 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 طبعا طبعا وطبعا كارير كارير يمثل 10 سوات لكين الزمين لك قليت 10 ثواني من جديد تمام This is accomplished without without a rotation or a twisting بدون ما تفرر بس مجرد انه الشي لم نجهاز اجي اثبته بالكنال وماتي اجي اثبته اقعده بالكنال وماتي The position of the carrier is verified radiographically تقدر تاخذ الشعاع عنا مو تتأكد من عنده انه قاعد بالكنال كليتهم The cataparka is allowed for 2-5-4 minutes to call عنا مو تقول before resectioning the coronal portion of the carrier تخليها تبرد دقيقتين لأربع دقائق قبل ما تقص هاذي الكورونال part تمام A vertical compaction of the coronal cataparka can't be accomplished تقدر عادي ورما شلت هاذا قصيتي الأبقال part من الكارير تقدر عادي تجي تسوي أبقال compaction الضغطة عنا مو تتأكد انه القاعدة القتابarka بالworking length الكامل تمام أو عنا مو تتأكد انه الكورونال part انسدت وصار لها ceiling بصورة كاملة an advantage of this technique is the potential for the movement of the cataparka into the lateral and accessory canal but extrusion of the material beyond the epical extent of the preparation is the disadvantage المترجمات طبعا يقلك واحدة من advantage مالتها انه الكتابار كأنه هو كتب تضغط بالكانال أكيد راح تطب بالاترال والسدلك الأكسساري كنال تمام بس الدس ادفانتاج حالا حال المثود القابلها اللي بيها نسوي softening انه ممكن تصر extrusion of the cataparka behind the canal Solvent technique Solvent technique هنا لشنو نعتمد على انه احنا نجي نسوي softening للكتابركة او نذوب الكتابركة ونخليها بالكنل شنو المواد اللي نستخدمهن كsolvent نقدر نستخدم الكلوروفورم الكلايلوتول الكزايلوتول تمام الدس ادفانتاج او دس ادفانتاج او دس ادفانتاج شنو الشرنكيج طمعا هي نفسش انه مجرد ذوابتها ورح تجي نسوي لها condensation بالتنظ الدس ادفانتاج الشرنكيج اقر with evaporation process causing او دس ادفانتاج يعني انت بعد ما يصير evaporation للماتيريال اللي سويت بها softening رح يبقى عندك ويشنكت تمام فرح تصير عندك spacing ما رح تنسد الكنل بصورة كاملة well rotation of periradicular tissue by the solvent طبعا رح يصير هواية من العالم ممكن يصير لهم rotation للبرiodontium تمام قبل كانوا يستخدمون فشي انصح للمتاتس المعادين have some requirement of the root canal obturation material this can adapt to the complex internal canal anatomy اذا عشان عندك complex internal canal anatomy تقدر تستخدمهن على موضة انه هي مجرد يعني paste وتقدر تضغطها فراح تدخلك بالكنل بصورة كاملة طبعا يا مادام flow اذا الريزلت ماتير او المشاكل مالتها نفس الشي شون ما انت تتذوب القتباركة وتضغطها بالكنل ممكن يصير بيها extrusion or incomplete obturation يعني انت ما قاعد تشوفها مجرد انه انت مادة ذايبة وقاعد تحطها وتضغطها فممكن اكتبها مقانات ما واسطت لها المالتيريال او انه يصير بيها extrusion over the canal some bits are toxic وبعض من عندهم ممكن يكون some because they include bara bara formaldehyde therefore they are not be used now لغم وعن ما يستخدمون بالوقت الحال الابيكالفورام obturation شوفوا هذا الموضوع اللي بالاخير شرحة الدكتور الدكتور حسين طبعا لازم نتطرق لي بس هو هذي المادة المفروض انه حضرتكم تاخذوها بالبيدو 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 دونتك تمام بيدو ديبارتمنت اينا ببعض الاحيان شي يكون عدنى تكون عدنى الفورة من الفورة من off the canal تكون ما مزدودة تمام أو أو بالمفتوحة أو شوكت أو مثلا فيبير infection للكان اللي بحيصير بها resorption apical resorption تمام فانت ما راح تجي تقدر تخلي القتابيركة وتضغطها تضغطها هنا بهالمكان هذي ايش راح يصير بها راح تصير القتابيركة in contact with the tissue مو احنا كل شغلنا ايش سويني سويني باللي يمن apical orifice سويني مثل التخصر عنا موشينو عنا مدآن يمن اضغط طبعا باللي preparation مفروض اخذتو عنا مدآن يمن اضغط القتابيركة ما تروح عدي over أو يصير extrusion تمام فبهيك حالة يمن تكون الكنل بهيك حالة مفتوحة لاتب أنا اش اسوي احاول انه اسد هذي الكنل قبل ما اسوي لها obturation أو اكو طرق جديدة انه يساوون revascularization revascularity revascularity عفو عاني آسفة revascularity المن للكنل أو للبلب عنا 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 عيد بنا هذي الكنل الابيكال فرامل نجي علي نهيس نجي نشرح مثل ما موجودة الابيكال فرامل obturation الابيكال barrier ما نسيسراي انكيش with immature abical development مثل ما قلنا بعدها ما مكتب الابيكال formation واذا مثلا شعر طفل عمر عشرة أو تسع سنوات طبعا تتاخذ أشعة أو تتأكد وبالأكستير الابيكال root resorption إذا صار عدك resorption بسبب الانفكشن القوي وبسبب الابسز وإنج where the instrument extended beyond the confine of the roots إذا أنت مسوي over instrumentation نصيح له over instrumentation بحيث أنت موسع هاي الكنل راح نجيش يش سوي there are several material that may be seal the abical area of the root canal as adentine chips chibs هدنا عدة ماتيرا نستخدمهن على موت نستخدمهن وبعدها نسوي لهم obturation أو ممكن شنو رأسا قلت لكم الطرقة الجديدة إنه حاولوا إنه يسوون revascularity للبالب عنا موت شنو عنا موت ما يسوي لاروت كنا يجي رأسا يحط لها بأربنان فلنك و السلام من هاي الماتيرا هي الدنتine chips والكاليسيوم hydroxide والديمنolized دنتine والليوفيليز bone والتراي كاليسيوم phosphate والهيدروكسيوم ابتايت وال والكاليسيوم تمام ذنة عندنا تموان الباريار are designed to permit obturation without extrusion of the بكتريال يعني أطلا دا أخلي هذا الباريار عنا مش أسوي عنا مود أسوي تخصر بنهاية القناة أو أسد الكنال نهايت حتى شنو حتى من أخلي آني material of obturation مايصر بها extrusion ما تطلع نسي ما قلت كم انتو دا برق بيكال تشو but are often incomplete and do not seal the canals نيجي علي نأول واحدة الدنتين chips هذا مين أنشب الدنتين chips وآني قاعدة أسوي preparation للكنال أجمع الدنتين chips مات للكنال وبعدين أسوي condensation بنهاية الكنال أو infected فممكن هذا الدنتين chips يكون contaminated وهذا يؤدي إلى أنه decrease the success of the treatment لأنه أصلا ببكتوريا المتيريال الثانية الكاليشوم هيدروكسايد وهاي ماد طبعا كلش حلو كنا نشتغل بيها والرزا طمال تتخبل It is extensively used as a common epical barrier بصورة عامية تستخدم ك epical barrier الكاليشوم hydroxide has been shown to induce the epical barrier in epics ification عملية epics ification أكيد أخذتوها بالبيضو It is free of bacteria contamination طبعا هو ما بي أي bacteria contamination مو مثل الدنتين chips I may provide a better but infected epical shield تمام It's enhanced healing by inducing cementum and bone formation chown yisidli alqanaat induced cementum and bone formation ok f rach yisidli alqanaat bachdain jow it's fo al mineral trioxide agregate illy hie MTA hua t's smau on ha kid it has been successfully employed as an epical barrier material of obturation MTA is sterile biocompatible uncappable of infusing heart tissue formation يعني تقدر استوي لك heart tissue formation يعني أقصد dentine ok التكنيك after the cleaning and shaping procedure the canal is dried and MTA is placed بعد اتما نظفت القناة وسويت لها shaping يعني سويت لها preparation راح تجيش تسوي ونشفتها راح تخلي MTA the material is compacted into the epical portion of the root to form a barrier راح تخليه وتضغطها بالأبكس تاخذ أشععات انتباح عليها انه هي موجودة من الأبكس واتركه أسد السن after the material sets القتبيركة can be employed or compacted without extrusion فاعد انت ما خليتها وصار بيها ستنكسة كامل سديت السن صار بيها ستنكسة كامل أجي أقدر أخلي لقيتها بياركة ماتي على راح تي المaterial الرابعة أو المثود الرابعة اللي هي Pulp Regenerative Technique including Reverscolourization تمام اللي دي تسة حجة تبكم عليها هاي افت مثود جديدة بدأوا يستخدموها اللي هي شنو ديس تكنيك aim to regenerate the vitality of the bulb يعني هم يحاولون انه يدون الفيتالي ماتي البلب to increase the thickness of the canal wall زين عالمود يزيدون thickening of the canal wall and induce epical root development and epics عالمود يرجع ينمو نهاية ماتي الكنال والرود طبعا هاي الطريقة شوك تقدر تستخدمها أكثر الأحيان تستخدمها بالأسنان اللي بعدها ما مكتمل النمو مالتها تمام يعني هي بعد ثلاث سنوات من الاربشن يالله يكتمل الكنال مالته أو ينسد الكنال مالته بصورة كاملة يكتمل نمو الروت فأنت المفروض ما أخذ أشعة وتتأكد إنه يعني إنه الكنال بعدها ما مكتمل الفورميشن مالتها يالله تقدر تشتغل على الشغل التكنيك كبيوس إرغيشن راح أسوي إرغيشن للكنال تخسلها بصورة كاملة منمو كبيوس أسوي لها بصورة كاملة على متأوخر الكنتامنة الموجود بصورة كاملة بصورة بصورة بعدين راح أجي بالفيزة الثانية على الثانية بصورة كاملة 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 الفيديوهات اللي موجودة إن شاء الله راح يساعدكم إنهو تفتغموا المادة وإيش مفاهمين دي زولي في أمان الله اشتركوا في القناة